علمت الشروق نيوز من مصادرها الخاصة أن اللاعب الدولي السابق خالد لموشية قد قبض أمواله رسمياً من إدارة النادي الإفريقي التونسي والمقدرة بمليار وتسعمائة مليون سنتيم بالعملة الوطنية وكانت العلاقة بين النادي الإفريقي وخالد لموشية قد شهدت توتراً كبيراً بعد أشهر قليلة من التحاقه بالفريق التونسي بعد رفض هذا الأخير فسخ عقده أين قام النادي الإفريقي برفع قضية بلعب خالد لموشية على خلفية رفضه لامتثال لقرار النادي بالمثل أمام مجلس التأديم يشار إلى أن وسط ميدان وفاق سطيف الأسبق تقدمه والآخر في وقت سابق بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي باب جديد بسبب عدم خلصه في مستحقاته ونبح القضية شهر سبتمبر الماضي إلا أن الفريق تماطل كثيراً قبل دفع مستحقات اللعب